أوه أنت كلمته مع ماما cobriste ؟ ده أنا ماما أنتيني أنا أخدا بالي ألا أخدا بالي يا أمير ، أنا أخد Bi Especially لا أ خفش منه يا أمير أ أي خفش من لشاي أنا أنا أولا حر كاي طيب معرفش بتقرف من لما يعني إيفاد ميarbeit من الإسفاف لا لا في إيه؟ بالنسبالي معرفش بتقرف منه قوي يا أمير قوي من ذلك لرجه يجبك فوق يعني بتشوف الشابة قلبك بتقبط vest لكنني لم يلمسنيش لم يلمسكيش؟ اوه مصحب واحدة وعادي ما واحدة معتوها في البيت ايوه ما حبت يعني وانت صغيرة مثلا ويه عليكي شاي؟ لا 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 هي فكرة مش من يعني الصغيرة عليكي شاي دي حدا بتعقدت من سخنيته مثلا ما لإيه؟ ما انا باشرب حاجات سخنة كتير تلك بس غريبة ما وضوع الشاي ده مم ما فكرتش واحد دكتور تعرفي إيه المشكلة مثلا لا عادي ما فيه ناس كتير بلي بتتعرف من حاجات غريبة مش مش شاي تفله كده شكله غريب ما تفهم حاسي مدود صغير كده اه ما تتعرف منه خلاص انت مش مع الناس اللي يقولك روح للدفتور نفساني وبتاع بتقول لهم لا وانا مجنونة والحاجات دي وبتاع ولا ممكن تروح تتكلمي مع الدكتور لو حسيت ان انا في فترة محتاجة هعمل كده لا ما تفرقش معي انا لحد دلوقتي محتاجتيش؟ لا ولا بعد الشاي؟ ولا بعد الشاي ولا بعد الشاي بتعرف من حاجات غريبة ايه المشكلة؟ بس مش مش شاي بس ماشي انا عدين بتشوفي بقى الفنجان وتقليبي والحاجات دي و اه لو انا في حتة في واحدة بتشوف فنجان ممكن نشوف فنجان مجد؟ اه والله اخر مرة طلع فيها ايه بقى مش همثل عن الناس اصلي واقول لا انا مستدقش في الحاجات دي و مش هنغلطوا كده طب اخر مرة ست قلتلك ايه؟ ده كان من كتير قوي الكلام اللي هو الطبيعي ايه وفي حد جايلك وبتاع لا والله كنت بتقول حاجات كتير حاجات حصلت يعني؟ اه زي ايه؟ انا مش فاكرة انا ده من كتير قوي اصلا انا اخر مرة عملت كتاب اسكندرية انت فاكرة والله ما؟ والله فاكرة في مشاكل؟ طب حليفك انت مش فاكرة؟ لا 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 والمصحب الشريفة ايه ده؟ ايه اللي هو مده؟ لا ياه انا ايا بس كل الفاكرة انها قالت حاجات يعني كان في منهم حاجات حقيقية كتير ف وعشان كده بيصير وفدولي قوي ان اعمل كده بس انا على شرط اعملي الحاجة في المعقول يعني مش تعودي قاعدة زي دي وتلاقيها قالت حاجات كتير حقيقية وتبقى تسليتي وببسطتي فتخرجي بقى مسيطر على دماغك ان الفنجان ده حاجة جمدة جدا وحقيقية جدا ولازم اعملها على طوله لا هي الشطارة انه كل حاجة في الدنيا اعملها بس اعملها صح وبحدود وبحدود ولا حاجة هتتمسك عليك ولا انت هتتعلق بحاجة لدرجة انها تسيطر على دماغك ولا هتوصل لمرحلة الغلط بتخافي تتكلمي في السياسة والرياضة ما هو ما بحبوهمش ليه؟ هل عشان الرياضة بتربوديك مثلا بحاجة قديمة مثلا زجاج؟ لا 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 ما الليه؟ علشان هم الاثنين مواضيع لازم الناس تختلف فيها وتحتد على بعض والناس اساسا بقتليلة الادب ولسانهم طويل اسمام والله العظيم وبقوا نفسيتهم غريبة